بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثالثة متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا يوم ما جبت لكم درس جديد وهو على القوة المحركة الكهربائية بعدما شفنا المقاومة الكهربائية والناقل الأومي يوم ما نشوفه درس جديد الآن ما معنى القوة المحركة الكهربائية تعريف بسيط إذن هي خاصية شوفوا معي هي خاصية مميزة للموليد الكهربائي طبعا ليس شرط الموليد الكهربائي ممكن يكون بطارية ممكن يكون عمود كهربائي تقاس خارج الدارة الكهربائية أو في دارة مفتوحة بجهاز مسمو الفولت ماتر نرمز لهذه القوة المحركة الكهربائية بالرمز أ وحدتها هي الفولت شوفوا معي معنتها نجبد بطارية أو مولد أو عمود كهربائي رح أصله بجهاز الفولت ماتر إذن ثم بعد ذلك جهاز الفولت ماتر رح يشير إلى قيمة مثلا هنا 4.5 فولت هذه القيمة هي القوة المحركة الكهربائية أو نجبد مثلا دارة كهربائية نفتح الدارة ثم نقيس على قطبي الموليد التاعي بجهاز الفولت ماتر القيمة التي تمدها لي هي قيمة القوة المحركة الكهربائية نتمنى فقط أن يكون واضح ندخل في نشاط بسيط يقول نحقق التركيبين التاليين هنا وش رح ندير؟ رح نحسب القيمة المحركة الكهربائية خلاص رح نتفاهمين أن نقيس قيمة التوتر هنا على أقطاب المولد رح نسميها قوة محركة كهربائية إذن مدتنا لهذا المولد مدتنا 4.5 فولت نفس المولد نستعمله في هذا الدارة إذن هذا الدارة عندي قاطعة عندي مصباح عندي جهاز الأمبيرمتر وعندي المقاومة أهل يقول ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ إذن من حيث الملاحظة هنا عندي القوة المحركة الكهربائية تساوي 4.5 وهنا قيمة التوتر بين طرفي المولد هي 4.2 فولت إذن نقول الملاحظة نلاحظ أن قيمة التوتر بين طرفي البطارية في الدارة الكهربائية المغلقة هذا اللي احنا غلقنا الدارة لنسميه U أقل لأن شوفوا معي 4.2 أقل من 4.5 أقل من قيمة القوة المولد الكهربائية أو القيمة المحركة الكهربائية للبطارية لهي هذه كأول ملاحظة الآن وش نستنتج؟ نستنتج بشكل عام أن التوتر الكهربائي الكلي اللي نسميه U.T. في دارة كهربائية مغلقة تحتوي على أقل من عنصر كهربائي يعني واحد أو أكثر مصباح محرك إلى غير ذلك يكون دائما أصغر من القوة المحركة الكهربائية للمولد المغذي للدارة الكهربائية أو مساوي له يعني بقاعدة عامة أن التوتر الكهربائي للكلي في دارة كهربائية طبعا مغلقة وتحتوي على الأقل عنصر كهربائي دائما هي أقل أو تساوي من قوة المحركة الكهربائية طبعا هذا بديهي جدا لماذا؟ لأن ما تقدرش أن التوتر الكلي يكون عندها عنصر كهربائية في دارة مغلقة ما تقدرش تكون أكبر من قوة المحركة الكهربائية أتمنى فقط أن يكون لحد الآن واضح نتابع إذن أقول لكم إن شاء الله استفدتم من هذا الدرس البسيط جدا جدا إذن نزال عنده جزء آخر وهو على قانون أوم في دارة كهربائية مقاومته الكلية RT وش معنتها؟ معنتها تكون لدي دارة كهربائية عندها أكثر من مقاومة واحدة عندها مقاومتين أو ثلاثة إلى غير ذلك رح نشوف كيف رح نحسب التوتر تعو المقاومة الكلية وغير ذلك إذن في الأخير أقول لكم بالتوفيق للجميع سلام الله عليكم إلى الملتقى صحة رمضالكم صحة فطوركم ما تنسوناش باللايكات ويعني تبرتجوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم وليتحبوهم باش يستفادوا أكثر وأكثر بالتوفيق للجميع سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله اشتركوا في القناة